أهلاً أهلاً وبوصفة جديدة من وصفاتي معكم رح نسوي رولات البادنجان مع شرائح الدجاج والأجبان يلا مع بعض نبدأ رح نختار حبة بدنجان وتكون كده طولية وعريضة شوي عساس ان الرولات عندي الفهب سهولة بتكون شرائح البادنجان بهالشكل حطها لزيت الزيتون تتحمر من الجهتين خلات البادنجان يتحمر على الجنب ونأتي هنا للمقلق الثاني أضفت لزيت الزيتون وثوم مهروس نقلب الثوم الحزمة بدأ يتحمر عندي وتطلع الريحة رح أضيف لها الحين بصل أخضر مفروم ناعا ملح وفلفل أسود وببركة فقط الإضافة اللذيذة الآن عندي هنا كور اللبنة مع قطع من جبن الفلدريفيا ورح أقلبها لحد ما تنهرس عندي الكور والجبنة وفي الداخل مع الدجاج رح أضيف الآن عندي هنا صدر الدجاج مسلوب فقط بمواية ومنتف الآن بابدأ ألف رولات البادنجان عندي هنا الصينية رح أحضر بقاع الصينية عندي هنا الفليفلا الحمراء المشوية وعندي هنا الطماطم المجففة رح أضيف لهم بس شوية ماء يتخففهم وارجع لكم صارت عندي الفليفلا مع الطماطم المجففة بالشكل هذا قوامها وانا ما بيها تكون قريفة مرة بإمكانكم بعد بناترة تضيفون صاص البيتزا رح ننزلها كذا بقاع الصينية حدو نعطيكم صارت بحي الشكل خلي شرايح البادنجان تكون داثية أو تبرد شوي أهم شيء ناخذ جزء من الحشوة بحي الشكل ونلفه رول وعلى الصينية خلصت الكيمياء كلها رولات المعتادة الآن من نفس الصاص اللي هو الفليفلا المشوية مع الطماطم المجففة رح نحط على الوجه كذا شوي ما رح نكثر للإضافة الأخيرة على الوجه تبتكون جبنة المزرلة مع جبن الشدر وعلى الفرن الحد بس ما تتجانس وتتنكى وتذوب لنا الجبنة ترجمة نانسي قنقر